بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد علي أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب وطالبات مجددا في سلسلة جروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال اليوم بدنا نستكمل عمليات إثرائية ومراجعة نأتي إلى الوحدة الثانية والثالثة نكرنا أن المقرر يحتوي على خمس وحدات طرقنا في الدرس السابق إلى تحديد المشكلات تعريفة أو حل أو عفوا تحديد المشكلات واليوم بدنا سنتناول حل المشكلات والتفكير النقل نأتي لحل المشكلات في الدرس الأول كان عنوانه جمع المعلومات تحليلها الدرس الثاني كان بعنوان تطوير البدائل في الدرس الثالث تقييم الخيارات أما في الدرس الرابع تنفيذ الحل وفي الدرس الخامس مراقبة الحل وإدارته وفي الدرس الأخير التحقق من الحل نبدأ في الدرس الأول دعونا نطرح هذا السؤال ما هي الإرشادات المهمة في جمع المعلومات لحل المشكلة نحن الآن حددنا مشكلة وعرفناها إذن لا بد أن نبحث عن معلومات تساعدنا أيضا في حل المشكلة كأن نبحثنا الحلول عن التعامل مع هذه المشكلة عن الطرق المناسبة التي مارستها مثلا منظمات أخرى إذن ما هي الإرشادات التي تحدثنا عنها في هذا الدرس؟ ذكرنا قبل أحل أي مشكلة في مجال العمل يجب جمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها للوصول الاتجاه والمؤشرات والمعلومات المفيدة الأخرى ذكرنا أن القرارات أو في منظمات الأعمال تستند إلى معلومات سليمة كلما كانت المعلومة صحيحة كلما كانت حلولك مناسية وبالتالي تستطيع أن تحل المشكلة كلما كانت المعلومة مغروطة أو غير دقيقة سيؤثر على دقة الحل وأيضا تنفيذ الحل بالتأكيد ذكرنا لابد أن تحدد احتياجاتك من البيانات ما هي البيانات التي تحتاجها؟ هناك بيانات كثيرة معلومات كثيرة قد لا تفيدك وتمضي وقت طويل في جمعها وبالتالي قبل أن تبدأ في جمع المعلومات حدد ما الذي تحتاجه من هذه البيانات لكي تستطيع الوصول بشكل أسرع وكذلك تختصر الوقت والجهد أيضا لا تبالغ في تقدير ما تعرفه عن المشكلة قد يقوم أحد الأشخاص حينما يقع بمشكلة بتضخيم هذه المشكلة وإعطاء أكبر من حجمي وبالتالي لن نستطيع التعاون معه أو قد نضع حلول عالية ومكلفة وفي النهاية نكتشف أن الحل بسيط بسبب هذا التضخيم بذلك لا نعطي المشكلة أكبر مما يجب كذلك وثق البيانات ومصادرها حينما تأتيك معلومة وتحصل على معلومة لا بد أن تقوم بتوثيق من أين حصلت على هذه المعلومة وما هو المصدر الذي استمديت من هذه المعلومة لكي تعود لهذا المصدر وتحدث إذا كان هناك خطأ أو لكي تستزيد معلومات وبالتالي يقول لديك التوثيق حول المعلومات التي حصلت عليه أيضا تفحص المعلومات الموجودة أولا إذا كان لديك معلومة تفحص الذي لديك وتأكد أن المعلومة مناسبة أو غير مناسبة صحيحة دقيقة أو غير دقيقة كذلك اعتمد على الناس باعتبارهم أهم الموارد بالتأكيد في المنظمة الموظفين قد يكون العملاء هم من أهم الموارد الذي يقدم المعلومة عن المنتج عن الخدمة كذلك الموظف عن إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة وبالتالي يساعدونك في الوصول إلى الحل المناسب لهذه المشكلة كلما كان هناك إشراك للمعني أو للموارد البشرية بالتأكيد سيكون هناك حل بالتأكيد خذ ترابط الأمور في الاعتبار قد تظهر لك ذلك المشكلة منفصلة وإنما هناك أمور مترابطة ومشاكل أخرى متراكمة كذلك أحداث أخرى وبالتالي لابد أن تفكر أن قد يكون هناك ترابط بين الأحداث أدى إلى هذه المشكلة لذلك قد يكون هناك لابد أن تقدم أكثر من حل لأن هناك ترابط في هذه الأمور أو في هذه المشاكل مما جعلها مشكلة معقدة في الدرسة الثانية تحدثنا عن تطوير البدائل بافتراض أننا توصلنا إلى بدائل من خلال جمع المعلومات إذن ما هي الوسائل لكي أطور أو أوجد بدائل؟ فكر بإبداع دائما إذا كان لدينا مشكلة وخصوصا في المشاكل المعقدة نحتاج إلى موظفين يفكرون بطريقة إبداعية بطريقة غير مألوفة قد نكون مارسنا الطرق التقليدية ولم نجد حل ولكن نحتاج إلى أفكار إبداعية تأتي بحلول غير متوقعة وبالتالي قد أيضا تقلل عمليات الهدر والوقت والجهد إذن دائما المنظمات تبحث عن أشخاص مبدعين كذلك العصف الذهني وذكرنا هو استراتيجية لتوليد الأفكار والحلول نقوم بتطبيقها من خلال جمع الموظفين كل موظف يقدم فكرة نجمع هذه الأفكار دون انتقادها دون التقليل من فكرة أو مثلا منع شخص من تقديم فكرة وإنما يهمنا في هذه المرحلة هو جمع أكبر عدد ممكن من الأفكار بعد ذلك تأتي مراحل التصفية واختيار الأفضل ولكن نحن نبحث عن تطوير بدائل إذن نستقبل أي فكرة ممكن أيضا أطلب النصيحة من الآخرين وخصوصا ذوي الخبرة الموظفين أو الأشخاص الذين مروا بنفس التجربة قد يقدم لك معلومة تختصر عليك وقتا وجهدا كبيرا قد تمضيه في التعرف أو البحث عن حل لذلك أطلب النصيحة حينما تطلب النصيحة من زميلك من معلمك كذلك في المنظمات الأعمال حينما تطلب النصيحة مثلا من مدير سابق من زميل سابق من أيضا قد يكون من شركة أخرى إذن قد تفيدك هذه المعلومة في إيجاد الحلول الممكن أيضا ضع خريطة ذهنية وهذا يقودك لاكتشاف الترابط بين الأمور فبالخريطة قد تتضح لديك الخريطة الذهنية أو البيانية يتضح لديك ترابط بين المشكلة وأسبابها وكذلك الحلول وإيجاد الحلول الممكن نأتي الدس الثالث وكان بعنوان تقييم الخيارات نفترض أيضا أن وصلنا إلى خيارات كيف تقيم البدائل والخيارات المتاحة توصلنا فكرنا بإبداع قمنا بعصف ذهني توصلنا إلى أفكار وخيارات للحلول كيف نقيم هذه الأفكار ذكرنا هناك طرق لتقييم هذه الأفكار ولابد أن نقيمها أثناء بحثك عن الحلول يجب تحليل مفاضلات بين احتياجات والخيارات المتنافسة اختر طريقة التقييم كيف تقيم هذا الحل إذن ما هو الحل المناسب إذن لابد أن تضع طريقة لتقييم كل حل يطرح بعد ذلك تقوم بتطبيق هذا التقييم التقييم سيقوم على معايير أيضا ما الذي يهمك في هذا التقييم؟ هل هو الوقت؟ التكلفة؟ هل هي معايير خاصة بك؟ إذن تضع هذه المعايير وبعد ذلك تقوم بتطبييم المعايير الخاصة بك إذن تضع نسبة مثلا التكلفة نسبتها مثلا 80% الوقت 20% إذن وضعت المعايير ووضعت نسبة لهذه المعايير الخاصة بك بعد ذلك تقيم البدائل بناء على هذه الطريقة والمعايير التي وضعتها وكذلك النسب قد تختلف مع شخص آخر كما ذكرنا في منظمات الأعمال قد يكون الوقت في هذه اللحظة أهم من التكلفة وقد يكون العكس التكلفة أهم من الوقت إذن تختلف من شخص لآخر ومن موظف إلى آخر بعد أن تقيم ستضع ترتيب لهذه الخيارات المتاحة بناء على المعايير الخاصة التي وضعتها بعد ذلك تتخذ قرار بتنفيذ هذا الحل الذي قيمته ووضعته الحل الأول بذلك تكون قيمة الخيارات المتاح في الدرس الرابع تحدثنا عن تنفيذ الحل نفترض أن وصلنا إلى الخير الأفضل ما هي العناصر الأساسية لتنفيذ الحل؟ كيف ننفذ الحل بالشكل الصحيح؟ هناك عناصر أساسية تحدثنا فيها إذا أردنا أن ننفذ الحل لابد أن نقوم بها أن انتقال من التخطيط إلى التنفيذ هو مرحلة مهمة من مراحل حل أي مشكلة فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه باتخاذ القرارات واعتماد الإجراءات ووضع خطتك موضع التنفيذ كل ما سبق قد يكون على أوراق والآن في تنفيذ الحل أصبحنا نمارس شيء عملي وفي أثناء ذلك عليك أن تستمر في التواصل مع الآخرين وأن تقيم على الطلاع بما تنوي القيام به إذن عملية التواصل تبقى مستمرة كذلك إذا أردت أن تبدأ بتنفيذ الحل لابد أن تحصل على موافقة من صاحب المشكلة أنك ستقوم بتنفيذ هذا الحل الذي توصلت إليه بناء على تقيماتك التي قيمتها أو الطريقة التي وضعتها إذن هذا هو الحل تحصل على الموافقة بعد ذلك تقوم بالإجراءات الأخرى تضع خطة وذكرنا الخطة الزمنية أو الخطة لابد أن تكون فعالة من أهمها أن تضع وقت وزمن لتنفيذ وكذلك إجراءات ومن سيقوم بهذه المرحلة وكيف يقيم أو نقيم هذه المرحلة اعلم الأشخاص المعنيين حينما تود تنفيذ أيضا لابد أن تخبر أشخاص من يشتركون معك في هذه المشكلة أو في المنظمة بالخطوات التي قمت بها لكي يستطيعوا أن يراقبوا الحل يستطيعوا أن يساعدوك في تصحيح الانحراف إذا حصل وكذلك في عملية التنفيذ توقع المعارضة إذا من الطبيعي أن يكون هذلك أشخاص يعارضون هذا الفكرة إما لخبرتهم السابقة وبسبب ذلك يكون لديهم تجربة سابقة قد تكون في تطبيق مثل هذا الحل ولم يجدي أو قد تكون لديهم مخاوف غير معلنة لذلك توقع المعارضة وحاول أن تشرك الأشخاص وإذا كان لديهم اهتمام أو لديهم معارضة فعلية مناسبة لم تكن لأغراض أخرى أشركهم في تجاوز هذا الأمر وتصحيح الأخطاء إذا كان يرون أن هناك أخطاء في التنفيذ أخيرا بادر بالتحرك لا تتوقف فالتنفيذ يحتاج منك أن تبادر فحينما نعمل ونخطط ونضع حلول ولم نتهد قرار ولم نبادر بالتحرك إذن لن يكون هناك جدوى من جميع الخطوات السابقة لذلك تنفيذ الحل يعتمد على التحرك السريع في تنفيذ هذه الحلول طبعا بالتأكيد بعد دراستها والتأكد من مسلامتها في الدرس الذي يليه تحدثنا أيضا عن مراقبة الحل بعد أن نفذنا حل نحتاج إلى أن نراقب هذا الحل وذكرنا هناك عناصر أساسية لمراقبة الحل نادرا ما يتم حل مشكلات المعقدة عن طريق اتخاذ قرار بسيط إذن مشكلات معقدة تحتاج إلى قرارات معقدة وبالتالي لن يكون هناك قرار بسيط لحل مشكلة معقدة قد يكون نادرا هذا الأمر بالتأكيد تضمن معظم الحلول الاختيارات والمهام ذات الصلة وأيضا مشاركة الآخرين وتقوم الإدارة بمراقبة هذه الأنشطة لضمان نتيجة ناجحة إذن عمل الإدارة لا يتوقف على إيجاد الحلول وتنفيذها وإنما مراقبة هذا الحل هل تم تغير أو هل حدث تغير في الحالة أصبحنا في المسار الصحيح أو هناك تطور إلى المسار الصحيح إذن نحتاج إلى أن نراقب الحلول التي وضعناها إذن لا بد أن نحدد المتغيرات الرئيسة كذلك نحدد مستوى الرقابة نشرك الآخرين في إجراء المراقبة كذلك ونثابر وأيضا نجري التصحيحات على الفور إذا حدثت تصحيحات أو حدثت انحرافات إذن ما يهمنا أن نراقب الحل وهناك بعض الأعمال تحتاج لمراقبة دقيقة بشكل أولا بأول هناك أعمال تحتاج مراقبة مثلا كل أسبوع كل شهر وهناك أمور أو أعمال إدارية لا تحتاج المراقبة إلا في الأوقات العرضية أو مثلا عشوائية في عملية الرقابة وبالتالي تختلف المنظمات أو الأعمال في عملية المراقبة ذكرنا أيضا مهم جدا أن تشرك الآخرين في التصحيح في الانحراف حينما يكون في مراقبة الحل هل هو في المسار الصحيح أو لا وأخيرا بالتأكيد أجل التصحيحات حينما يحدث خلل لابد أن تجريه فورا وهو من أهم مبادئ الرقابة هو إجراء التصحيح بشكل سريع في الدرس السادس تحدثنا عن تحقق من الحل إذن كيف نتحقق أن هذا الحل الذي قمت به يسير بالشكل الصحيح إذن نفذت هذا الحل وراقبته ولكن بالتأكيد لابد من وجود أمور تستطيع التأكد أن هذا الحل هو الحل المناسب عند تنفيذ الحل توقع حدوث بعض المفاجآت وأعلم أن استمرارك في المشاركة في المشروع حتى اكتماله وإجراء التصحيحات اللازمة على طول الطريق هو جزء من كونك محترفا وبارسا وعليك أن تسأل نفسك والآخرين عن مدى نجاح الحل ومدى واقعية أهدافك الذي لا يسير كما هو متوقع إذن بالتأكيد حينما نقدم على إجاد حل جديد قد تكون هؤلاء أعراض غير متوقعة وذكرنا قد تأتينا أعراض أو مخاطر لم نتوقعها وبالتالي قد تعيقنا من تنفيذ الحل لذلك من الطبيعي قبل أن نبدأ بتنفيذ الحل أن نضع نسبة لهذه المخاطر غير متوقعة قد يحدث هذا الأمر وبالتالي هنا يأتي دور الخطط البديلة وأن تكون لدينا خطط بديلة مناسبة ذكرنا لابد أن يكون لديك مفهوم للنجاح ما هو المفهوم أو ما هي النسبة المعينة إذا وصلت إليها أو الإجراء الذي وصلت إليه تستطيع أن تقول أننا نجحنا في هذا الحل إذا لابد أن تحدد قبل أن نبدأ كذلك أيضا اختبر الحل الخاص بك لابد أن تجري اختبار على هذا الحل كما ذكرنا أيضا في عملية اختيار الحل لابد أن يكون على نطاق محدود تختبره وتتأكد من سلامة بعد ذلك تقوم بتطبيقه تجنب المشكلة في المستقبل إذن ليس من الطبيعة أن تبدأ فقط في حل المشكلة ولا تفكر في المستقبل قد تقدم على حل قد يكلفك أكثر وأضعاف المشكلة الحالية وبالتالي يفكر في المستقبل وكيف نتجنب هذا الأمر إذا حدث مرة أخرى هل هذا الحل لن يجعل المشكلة تتكرر أم هل سيزيدها في المستقبل ذلك مهم جدا أن نفكرها أو نفكر بها في التحقيق أو التحقق من الحل تعلم من هذه التجربة وهذا مميز الأشخاص المحترفين كلما مر بتجربة وأخطى أو مخاطر أو مشاكل يتعلم من هذه الأخطاء يتعلم من هذه التجربة وبالتالي يتلافاها في المستقبل وكما ذكرنا لدينا دروس مستفادة في منظمات أخرى في التاريخ هناك قصص هناك أحداث لابد أن نوظفها في خدمتنا وبالتالي نتلافى الكثير من المشكلات استعرض نجاحك بعد أن تقوم بحل مشكلة معقدة لم يكن لدى المسؤول تصور كيف يتعامل معها وأنت وفريقك قمت بحلها وضع الحلول المناسبة بالتأكيد الآن أصبحت أو نجحت في عملك وبالتالي من المهم جدا أن تستعرض وتوضح كيف تجاوزت المشكلة وبالتالي قد تكون تجربة يستفيد منها غيرك يستفيد منها الآخرين وأيضا قد تفيدك في عمليات التقييم وذكرنا أيضا بإمكان استفادة من أدوات العروض التقديمية في عرض المنجزات بدءا من بداية المشكلة وصولا إلى مرحلة البحث الحل وأخيرا إلى إيجاد الحلول وتنفيذها والنسب التي نجحت في إيجادها بعد التعامل مع هذه المشكلة أخيرا في هذه الوحدة تحدثنا عن التقنية في العمل وذكرنا الماشعب وهي تطبيقات المركبة ذكرنا المنظمات تستفيد الآن بشكل كبير من هذه التقنية وهذه التطبيقات وهي تطبيق إلكتروني يجمع ميزات أو معلومات من أكثر من مصدر ذكرنا من أشهر هذه التطبيقات هي تطبيقات الخرائط حينما تقوم بالبحث مثلا عن فرع لبنك أو مطعم أو غيره ستجد بضغطة زر على هذا الموقع يظهر لديك تفاصيل معلومات بيانات وقد يكون أيضا وسائل التواصل كل ذلك تم دمجها من خلال التطبيقات المركبة والتي وفرت كثير معلومات بمكان واحد ومن أكثر من مصدر بعد ذلك اتقلنا إلى الوحدة الثالثة وهي التفكير الناقض ذكرنا أن هذه الوحدة تحتوي على ثلاث دروس تعريف التفكير الناقض في الدرس الأول في الدرس الثاني التغلب على العقبات للوصول إلى التفكير الناقض وأخيرا في الدرس الثالث تحدثنا عن تطبيق مهارات التفكير الناقض ذكرنا أن التفكير الناقض مهم جدا في حل المشكلات وإيجاد الحلول وبالتالي لا بد أن يتمتع متخذ القرار وصانع القرار في التفكير الناقض لكي يصل إلى حل المشكلات في الدرس الأول تعريف التفكير الناقض بالتأكيد عرفنا التفكير الناقض وذكرنا بعض المصطلحات المرتبطة به ما هو التفكير الناقض؟ وما هي المسترحات المرتبطة بالتفكير الناقد التي تناولناها ذكرنا أن التفكير الناقد يتطلب بشكل عام قدراً أكبر من التحليل والتقويم والانضباط والسلامة وغالباً ما يهدف إلى تحسين الخيارات وتخفيض خطر اعتماد افتراض مغلوط أو التصرف ووفقه إذن يحتاج منك أن تحلل لا تقوم باعتماد على معلومات سابقة أو معلومات مغلوطة إنما يقوم على تحليل الشخص لهذه المعلومة والتأكد من سلامتها إما صحتها ويقبلها أو يتأكد أنها غير مناسبة ويرفضها بالتأكد التفكير هو عملية أو التفكير الناقد هو عملية التفكير المدروسة في اتخاذ قرار يتعلق بوجب قبول حكم على فكرة محددة أو رفضه أو التحفظ على القيام به كما أنه قياس لمدى ثقتك في الفكرة بحد ذاته إذن يقيس هل هذه الفكرة صحيحة أم غير صحيحة بناء على البراهين ولا دلة لا يعتمد فكرة إلا بوجود برهان يدل على صحة هذه الفكرة أيضا التفكير الناقد يطلب أن تميز بين الحقيقة والرأي بالإجمال الحقيقة هي الدعاء يعتبر صحيح بينما الرأي هو الدعاء يعتقد صاحبه أنه صحيح إذن الحقيقة لا يمكن أن تتغير وإنما الرأي كل شخص يتقبل الرأي أو يرفضه بناء على وجهة نظري ولكن الحقيقة تكون واضحة مثلا كما ذكرنا مثلا ظهور الشمس أو إشراق الشمس من جهة الشرق إذن هي حقيقة لا يمكن أن تجادل شخص بعينه وأيضا كذلك في المنظمات حينما تظهر لديك نسبة اشتراك مثلا العملاء في رحلة مثلا من الرحلات التي لديك ويظهر لديك هذا الرقم إذن هي حقيقة لا يمكن التأويل ولكن حينما نتحدث عن الرأي أي هم أفضل في الرحلات بناء على وجهة نظرك إذن هو رأي والتي لا أود أن نميز وهذا ما يجعل التفكير الناقد عملية مدروسة أنه يميز بين الحقيقة والرأي ذكرنا مصطلحات مرتبطة في هذا التفكير هو الادعاء أيضا مرتبط في التفكير الناقد وهو بيان يدلي به شخص ما قولا أو كتابه حول موضوع من المواضيع بالتأكيد يحتمل الصحة أو الخطأ ولا يمكن تصنيف كثير من البيانات التي تصل إليك على أنها ادعاة قد يكون هناك شخص يدلي معلومة مثلا يدلي لديك تحية إذن لا يمكن أن نعتبر هذا الدعاء أم لا ولكن حينما يقدم لديك معلومة مثلا أن رحلة جدة أو الرياض أفضل من رحلة مثلا الخبر إذن لا بد أن يقدم الدليل على هذا الدعاء لا بد أن يثبت من خلال الحجة والبرهان أنه صحيح أو غير صحيح المسألة ذكرنا أيضا هي مرتبطة بالتفكير الناقد وهي أي موضوع مثير للجدل يمكنك مناقشته أو بداء الرأي فيه أو مراجعته وتختلف المسألة عن موضوع الحوار من حيث أنها تثير تساؤلات أو المخاف حينما نتحدث مثلا عن أفضل رحلة إذن المسألة هي البحث عن أفضل رحلة وبالتالي يقودنا بالتأكيد إلى التفكير الناقد وإلى تقديم الحجة والبرهان وبالتأكيد نصل في نهاية الأمر إلى قبول الفكرة أو قبول الرأي أو رفضة الحجة هي الدعاء أو مجموعة من الدعاءات التي تدعم استنتاجا محددا فعندما تحاول أن تقنى أحدا ما أن يعتمد وجهة نظرك فأنت تقدم عادة حجة ودليلا يساعدانك على برهنة صحة ادعائك ويجب أن تقيم بتأن الدعاءات الآخرين لتقرر ما إذا كنت ستقبل حجة التي يقدمونها كما ذكرنا قد يقول لك شخص ما مثلا في وكالة سفر السياحة أن رحلة الدمام هي الأكثر ربحا إذن هو الدعاء لابد أن يثبت من خلال التقارير التي تمت أو الاشتراكات التي تمت وإلا سيكون هذا الأمر غير صحيح وهو رأي ولكن حينما يقدم الأدلة مثلا إداعات العملاء أو اشتراكاتهم أو تقييماتهم إذن سيكون هالك حجة أو برهان يتم الاعتماد عليه وبالتالي يتتأكد هذه الحجة أو هذه المعلومة في الدرسة الثانية تحدثنا عن التغلب على العقبات للوصول للتفكير الناقض ذكرنا هناك بعض العقبات التي تمنع الأشخاص من وصول إلى مرحلة التفكير الناقض وهو أن يفكر بشكل مدروس يتأنى لا ينتقد إلا بعد أن يوجد الدليل ويتأكد من صحة المعلومة بعد ذلك إما أن يقبلها ويرفضها بناء على التحليل الذي تم لذلك كيف نتجنب هذه العقبات التي تمنعنا من وصول التفكير الناقض كرنا التفكير الأناني لا بد أن نتجنبه وهو من العقوبات التي تمنع حينما يفكر الشخص بنفسه فقط يظن أنه مثلا لوحده وأن رأيه هو الصح إذن لا يمكن أن نصل إلى التفكير الناقض لذلك لابد أن نبتعد عن التفكير الأناني نفكر بشكل جماعي نفكر المصلحة نفكر أيضا على الفائدة أين كذلك في المنظمات حينما يعمل الشخص لوحده وانشق عن المجموعة بالتأكيد لن نصل إلى حلول إذن نحتاج إلى التفكير المتعاوني التفكير الجماعي الذي يساعد المجموعة على تلاف الكثير من الأمور كذلك كن على دراية بتكيفك الاجتماعي ذكرنا اندماجك مع فريق العمل لا يعني أنك تتقبل الأفكار دون دراستها أو يؤثرون على اختيارك وإنما تفكير الناقض وحتى أن حصل تكيف لا بد أن يمارس العمل كما هو في التحليل ولا يستبعد الأفكار إلا بوجود دليل وكذلك لا يقبل الأفكار إلا بعد دراستها من المهم جدا أن يكون هناك تكيف ولكن لن يكون على حساب العمل والتفكير الناقض حدد الأحداث النادرة الشخص الذي يفكه تفكير ناقد لا يجعل الأحداث النادرة تسيطر على تفكيره هناك أحداث قد تحدث وبالتالي تعيق العمل ولكن لا يمكن أن نعتبرها هي مستمرة ونتوقف عن هذا العمل وإنما قد تكون نادرة وبالتالي كما ذكرنا مثلا في أزمة كورونا لا يمكن أن نتربى بها كل عام وبالتالي نقوم بنفس الإجراءات لأنها حدث نادر وبالتالي حينما يفكر الشخص تفكير ناقد لا بد أن يتعرف على الأحداث النادرة والأحداث المتوقعة بشكل مستمر أيضا تجنب التطبيع وهو تطبيع الفكرة أو تطبيع الآراء قد يقوم شخص ما مثلا بتطبيع رأية عن مجموعة من أشخاص أو مجموعة من الحلول أنها غير مجدية أو هؤلاء الأشخاص غير متعاونين دائما وأبدا إذن هذا ما يسمى بتطبيع الأفكار وأخذ فكرة تامة عن أشخاص قد لا يكون عاملة معهم وبالتالي نفكر الناقد لا بد أن يتجنب هذا النوع من التطبيع احترم مشاعرك كشخص لديك مشاعر عاطفية قد تؤثر في القرار ولكن كما ذكرنا نفكر الناقد يستبعد العواطف ولكن لابد أن نستفيد من التجارب والمشاعر حينما تقوم بتوجيهنا شيئا ما لابد أيضا أن نقوم باحترامها وتحليل هذه العواطف التي أتت وندروسها كذلك في الدرس الأخير في تطبيق مهارات التفكير ذكرنا كيف تطبق مهارات التفكير الناقد ذكرنا أن مهارات التفكير الناقد هي مهارة إذن تقوم بتطويرها مع الزمن لذلك من الطبيع أن تحتاج إلى كثير من الممارسات يعد تطوير مهارات التفكير وحل مشكلات لديك مثابة عملية تدريجية تطلب منك جهدا واعيا كما يعد تغيير عدد تفكير وممارسات الخاصة بك مشروعا طويل الأمد أو طويل المدى وأمر يجب أن تلتزم به طوال حياتك إذن لن تصل إلى مهارات التفكير الناقد إلا بعد ممارسة وعملية تدريجية بعد ذلك ستصل إلى التفكير المنطقي التفكير الناقد وكذلك التفكير الإبداعي إذن لكي تصل لابد أن يكون لديك تواضع فكري حينما لا تعرف معلومة أو ليس لديك من الطبيعة أن تقول لا أعلم إذن هذا ما يجعلك تبحث وتقوم بالبحث وبالتالي لن تكلف نفسك في شيء لا تعلم عنه كذلك كن ناقدا لا ساخرة قد يتبادر بعض الأشخاص أن المفكر الناقد حينما يتصيد أو يبحث عن الأخطاء لكي يقومها لكي يحددها قد يكون بشكل العام هو سلبي ولكن فعليا هو شخص ناقد يبحث عن تطوير المنظمة وإجادة الحلول وبالتأكيد ليس السخرية مختلفة عن التفكير أنك تحد افتراضك قد يكون لدي الشخص افتراضات معينة ذلك لا تجعلها تسيطر على التعامل أو أفكارك والتعامل مع المشكلة والحلول إذن لابد أن تثبت هذه الفرضيات صحتها من خلال المعلومات أو أستبعدها ولا أعتمد على افتراضاتي السابقة أيضا اعمل على تخطي المسائل ومشكلات المعقدة قد يكون لديك مشاكل معقدة لابد أن تحاول بقدر مستطاع أن تتجاوزها بقليل من الخسار وكما ذكرنا مشكلات المعقدة تحتاج إلى معلومات دقيقة من خلال بحث المعلومات الدقيقة ستستطيع بإذن الله الوصول إلى حل المشكلات المعقدة ثق بقدرتك على التفكير كما ذكرنا في حل المشكلة في إجادة الحلول كذلك في تطبيق مهارة التفكير لابد أن تكون لديك ثقة في نفسك وتقوم بالمبادرة في تطبيق الأفكار في محاولة الوصول إلى التفكير الناقد وبالتأكيد هي عملية تدريجية لن يصبح الشخص مفكر الناقد قادر على إيجاد أفكار ابداعية بيوم وليلة وإنما هي عملية ممارسة والتعرض لتجارب كبيرة أو كثيرة بعد ذلك يستطيع أن يصل إلى التفكير الناقد الذي يقوده إلى إيجاد الحلول وتحليلها كذلك في التقنية في العمل تحدثنا عن الكتب الرقمية ذكرنا أنها مفيدة في العمل وخصوصا في وكالة السفر والسياعة في مثال الذي امتد طيلة دروس هذا المقرر ذكرنا أن بإمكاننا نوظف الكتب الرقمية في وكالة السفر والسياحة ما هي العناصر السيئة التي تعلقها في الكتب الرقمية ذكرنا أنها تعزز البحث والتفكير تساهل عملية القراءة وبالتالي أصبح الجميع يستطيع الحصول على الكتب الرقمية في أي وقت كذلك الأدلة مثلا في المنظمة وبالتالي يستطيع أن يعزز البحث والابتكار أيضا توفير وسيط أكثر تشويقا ذكرنا حينما تم توظيفه في وكالة السفر والسياحة أصبحنا ندرج مقاطع فيديو في هذه الرحلات صور جديدة يستطيع العميل أيضا أن يضيف تعليقات على هذه الكتب دون أن يتأثر الكتاب وبالتالي أصبحت أكثر تشويق وأكثر إقناع أيضا ذكرنا أنها تستوجب أجهزة لشاحن هذه الكتب وبالتالي قد تكون مختلفة عن تجربة الكتب التقليدية وكذكرنا هي كتب الرقمية تغير تجربة القراءة حينما كنا نعتمد على كتب التقليدية وحملها وأيضا قد يكون حجمها مختلف بالتأكيد وقد نحتاج إلى معدات لنقلها الآن أصبحت بإمكاننا نستفيد منها من خلال جهاز واحد يحتوي على عديد من الكتب وبالتالي تغيرت تجربة القراءة بالتأكيد قد تكون هذه الكتب الرقمية أيضا محتوية على إضاءة تستطيع قراءتها في الليل دون إضاءة خارجية إذن كل ذلك قد يكون غير من تجربة القراءة وبالتالي يوفر خيارات أخرى لوكالة السفر والسياحة في استخدامها في أدلتها في استخدامها في العروض التي تقدمها للعملة من خلال كتب الرقمية إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته